كل رئيس ومسؤول في النادي اجتهد وعمل في الوقت بتاعه من أجل مصلحة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي مش المصلحة الشخصية أبدا وده اللي شفناها على مدار تاريخ رؤساء النادي الأهلي وده اللي خلى النادي الأهلي في المكانة العظيمة دي سرجعنا نجوم وأساطير اجتهدوا لم يبخلوا بنقطة عرق حتى وصلوا بالنادي الأهلي لمنصة تتويج مرات عديدة جدا 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 وصلت لما يزيد عن 140 مرة كأكثر الأندية في العالم تتويجا بالألقاب سرجع الدور العظيم لجماهير الأهلي الكبيرة اللي هي أصلا كلمة السر في التتويج للبطولات أنا بسترجع مع حضراتكم تاريخ النادي الأهلي على مر العصور نادي الأهلي بدون جماهيره لا يعني شيء ولكن النادي الأهلي بتاريخه بمبادئه بقيمه ببطولاته بجماهيره هو النادي الأهلي العظيم جماهيره اللي كتورى النادي في الحلوة والمرة فعلا بالفعل وليس بالقول هتلاقيها في وقت الأزمات أكتر من الأفرح ده اللي تكلم عليه أنشيلوتي ترجمة نانسي قنقر